ذكر يميني اتن وثلاثين سنة يعاني من دوالي الخصيطين من سن اتنين وعشرين ولا يوجد حل حتى الان ونصحوا الطبيب بالزواج بيسأل هل الزواج هيحل المشكلة الطبية دي الاعراض دي ممكن او ممكن لا ان هو الزواج في حال زيطين مش هيحل يعان ايه دوالي في الخصية دوالي في الخصية شعور ان انا مش قد الزواج ومش قد ان اجيب عيال فالشعور لو استمام معاك دوالي هتزيد طبعا في الطب ما افهموش كلام ده في طب بلاحظه ان هو اللي عندهم دوالي في الخصية لو تجوزوا فيهم من نسبة بتخف ليه ان هما بتجوز بحيس ان هو قد الجواز لكن لو اتجوز وحاس ان هو مش قد الجواز واخير بتاقتر معايي حدثة اه وما عرفش هو ازاي واحد يبعد بالجوازة مش فهم ذكر يميني اتنين وثلاثين سنة متزوج من سيدة تكبره بتمن سنوات ولديها ولد ولكن منذ بداية الزواج والكائنات المنوية ميتة يعني المشكلة من عنده مش لاقي حل يعمل ايه؟ هو الغريب انه ذكر ان في فرق سن هو دي المشكلة حضرتك ان هو اظن ان هو اوان انا قولا واحدا انا ما حكي عارفة انا مش ضد زواج الانثة اللي اجبر مني خالص ومش ضد زواج الانثة اللي اصغر مني يعني انا لا لا فارق السن بين الذكرة والانثة ده فارق وهمي لان الذكرة ما بيكون مع الانثة والانثة مع الذكرة مفيش سنة اصلا العلاقة حميمية لدرجة ان مفيش سن هي شايفة راجل ولو الفرق اربعين سنة وهي هو شايفة الانثة ولو الفرق اشرين تلاتين اربعين سنة برضو الحيطة دي مهمة جدا الفرق السن مش مشكلة المشكلة المعاني الاجتماعية فرق السن فالاستاذ اللي سأل السؤال المشكلة عنده ان هو لا يعني خوفه خوفه من المستقبل وخوفه من الخلفة اصر الكائنات المنوية ميتة ده خوف الله توصى ده جزا موخ ده خوف معي يا حضرتين فهو خايف خايف هل انا اقدر يبقى ليه اثر في الدنيا دي لا انا مقدرش انا مرسوب انا مرسوب يبقى الكلمة دي انا انا مرسوب ومضطر في نفس الوقت انا مرسوب ومضطر ان ما يكون ليش اثر في الدنيا دي عنده بقى لستة اسباب هو جايبها من ايه من الماضي بتاعه فهو هو اللي عامل في نفسه كده وضحناه مجتمعيا كمان عشان فارق السن اللي ذكره تحديدا في السؤال فهو فهو اللي متخيل ان الموضوع له علاقة باي حاجة غير نفسه هو عنده مشكلة في الخوف الشديد جدا من المستقبل وخوف الشديد جدا من معنى البقاء الكعنات المنوية هي بقاء الذكر وده شعور خطري عند الذكر ان هو يكون مؤثر وباقي معايا حضرتك هو ما بيفهموش بالمعنى ده فهو بيعيشو بيعيشو ذكر يميني خمسة وربعين سنة يعاني من الام اسفل الظهر منذ الزواج والخلفة من خمس سنة اضحى جدا 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 ان هو ده هذا الرجل مع احترام الشديد ليه باحت عن المتعة وشايف ان مسؤولية الزواج واجعت صعبة عليه انا مش قدي الجواز ومش قدي الخلفة ومش قدي العيال ومش قدي الزواج فضهره برجعه بس كده فهو مهم جدا ان ينتبه ان هو رجل مسؤول مجرد ما استخدر حل المسؤولية واجع ضهره راحه طيب اخر سؤال معانا بقى يا دكتور ذكر يميني اتنين وثلاثين سنة بيسأل لو هو خطبته فيه كورسات توضح لهم التعاملات بعد الزواج خاصة العلاقة الحميمية حضرتك ترشح الويس يحضر معنا ادم محاول ادم محاول طبعا يكفيه هو وخطبته يكفيه جدا وفيه كورش بعدين عامله الذكور فقط يحضروا بيتامل اول مرة السنية عامله الذكور فقط الذكر هو قائد الرقعة في الجنسية فحتى مش عايز ستات يحضروا مش ده دورهم ان هما يحضروا برنامج زي كده خلاص اناعمل عليه حلقة خاصة يذكور ده برنامج انا عامله بعد البرنامج اللي هو راقة الذكر بيونسة اللي هو اسمه ادم محاول نعم برنامج كيف تكون مدربا جنسيا لزوجتك ان هو الذكر مدرب جنسي لزوجته فالمهم جدا يعف زي يدربها حتى لو كانت متجاوز قبل كده ان هو مهم جدا ان هو اماهي جدا في اداء جنسي موسيقى